السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور يوسف من مركز علاج قبل بدء أسابيع وبسبب كثرة الأسئلة والطلبات قمت بنشر فيديو عن حجم القضيب والاستمناء وحذرت وكلمت عن مخاطر العادة السرية والإباحية وقد وصلت المشاهدات لأكثر من مليون مشاهدة وكانت هناك مئات التعليقات والأسئلة واليوم سوف نتكلم عن السؤال رقم واحد والذي معظم التعليقات كانت تسأله وسوف أذكره الآن وانصحكم إذا كنتم لم تشاهدوا الفيديوهات عن الاستمناء في قناتي أن تدخلوها الآن وتشاهدوا الفيديوهات الأصلية بخصوص هذا الموضوع ولا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا كانت تهمك هذه المواضيع المتعلقة بصحة الرجل الجنسية وصحة القضيب والسؤال الذي تم سؤاله العديد والعديد من المرات هو كم مرة يجب أن أقوم بالعادة السرية في الحقيقة إن الجواب على هذا السؤال جدا صعب لأنه يختلف من شخص إلى آخر بحسب العمر ودرجة الهرمونات وإلى غير ذلك إن بعضهم أخبرني بأنه يقوم بالاستمناء يومياً وبعضهم قال عدة مرات يومياً ومن المؤكد أن هذه الأشخاص مراهقين في سن مقتبل أعمارهم ومعظم الرجال بسن الثلاثين أو أكبر لا يقومون بهذه الوتيرة وهم بكل بساطة لا يمكنهم لعدم وجود التوازن الهرموني لديهم كالشباب كما أن انشغالاتهم بالحياة والتوتر والمسؤولية وغيرها من أمور تمنعهم من الإنغماس بالعادة السرية وبشكل مبالغ به بكل الأحوال الاستمناء يومياً يعتبر عدد مبالغ به وتكلمت عن مضاره بالفيديوهات السابقة وعن ضرره على حجم القضيب والصحة الجنسية ككل وعليكم مشاهدة الفيديو في القناة إذا كنتم لم تشاهدوه كي تفهموا كل ما يتعلق بالموضوع لكن باختصار تماماً كالتمارين في كمال الأجسام عليك أن ترتاح بين أيام التمرين للحفاظ على عضلاتك ولتسمح لها بالنمو والشفاء من التلف المبالغة بالاستمناء بتكرار كثير وقت طويل دائماً يكون له ضرر وتأثير سلبي على الهرمونات وعلى قضيبك لذا فنصيحتي لكم اجعلوا الأمور بسيطة ومعتدلة والهؤلاء المدمنين على العادة السرية والإباحية ننصحكم بعلاج ألوفيري والذي يساعد بالتخلص من العادة السرية ومن إدمان الإباحية وإليكم رقم الشركة الواتس أب وأيضاً موقع الشركة للحصول على هذا المنتج في حالة رغبتم به وهذا سيجعلك تتمكن من التخلص من إدمانك ننصحك بالعادة السرية بتكرار أقل من ثلاث مرات أسبوعياً أو يومين راحة على الأقل بين كل مرة تقوم بهذه العادة كما أنني شرحت كيف تعمل العادة السرية بشكل صحيح بدون أن تؤذي نفسك بالفيديو السابق كما أنصح بالأيام التي لا تقوم بالاستمناء أن تتمرن بتمرين كيجل والتي سوف تساعدك بعلاج وتقوية الانتصاب وتحسين جريان الدم للقضيب وستحسن متعتك وقوتك في السرير وهي جداً مهمة لصحة القضيب ولنموه ليكبر طولاً وصمكاً وعن هذا أيضاً تكلمنا بالقناة بعدة فيديوهات وشرحنا بالتفصيل طريقة القيام بالتمرين بشكل صحيح بعيداً عن الاعتقادات والشرحات الخاطئة بالإضافة لتمارين كيجل في أيام الراحة يمكنك القيام بتمارين إطالة وتكبير القضيب وتدليكي بشكل خاص يحسن جريان الدم وانقسام الخلايا وهذا سوف يحسن نسبة التوستستيرون كذلك ولن يكون له عوارض جنيبية كالاستمناء وبجميع الأحوال يمنع مشاهدة الأفلام الإباحية خلال الاستمناء لأن لهذه عوارض أيضاً سيئة جداً بخصوص الدوبامين ونسبته بجسمك وهذا أيضاً شرحته بالقناة وعن مخاطر الإباحية فقط اغلق عينيك ودع خيالك يعمل لوحده وعيش اللحظة مع نفسك هذا سيحسن العلاقة بين عقلك وقضيبك وسيجعلك أفضل بالسرير وفي العلاقة الحميمية تماماً كتميرين كمال الأجسام يجب تحسين العلاقة بين العضلة والعقل لتحسين القوة والاستفادة من التمرين بشكل لائق وهذا أيضاً سيحسن قوتك ونشاطك وحجم عضلاتك ولا أولى الذين لا يبالغون بالعادة السرية وليسوا مدمنين عليها أنصحكم بمرة واحدة أسبوعياً وهي تكفي للحفاظ على صحة القضيب ومنع ضموره إذ أن التمرين كذلك ضرورية إن هذه ليست قوانين ثابتة طبعاً ويمكنك تغيير عدد المرات بشكل يتلاءم مع قوتك وصحتك لكن وبشكل عام إذا كنت لا تقوم بالعلاقة الجنسية لا ننصح بالعادة السرية بأكثر من ثلاث مرات أسبوعياً وليس أقل من مرة أسبوعياً كي تحافظ على قضيبك بشكل صحي وقوي كما أنها مفيدة للحفاظ على البروستاتا وبخصوص البروستاتا أيضاً لدينا كذلك العديد من الفيديوهات الهامة جداً في القناة ننصحك بالاطلاع عليها كي تستفيد وتحافظ على حياتك من خطر البروستاتا حسناً إخوة الكرام أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد وجدد لكم بعض المعلومات إذا كنتم تعتقدون أن هذا الفيديو قد يفيد أحد الأصدقاء أرجو أن تشاركوهم إياه عبر الفيسبوك أو الواتس أب لنشر الفائدة للجميع إذا رغبتم بالمزيد من المعلومات أو الأسئلة يمكنكم التواصل مع مركزنا مجاناً عبر هذا الرقم أو أكتب رأيك أسفل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة المختصة بصحة الرجل الجنسية وصحة القضيب كما أنصحكم بتحميل تطبيق الجوال الرابط تبع التطبيق رابط التطبيق أسفل هذا الفيديو دمتم سالمين ووافقين من أنفسكم لماذا المعاناة بصمد؟ والعلاج موجود مجموعة مراكز علاج الطبية بدول الخليج ومصر علاج بلا حدود